السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا يلا كلها نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى اهليه وصحبه اجمعي الانسان معرض انه يحصل له مواقف كتير في حياته وطول ما انت بتقابل ناس فهيكون في مواقف مختلفة لكن الناس اللي انت بتقابلها هتكون طبيعتها ايه وهل ممكن انها تأذيك ولا هتعاملك بالحسنة فده بيكون متوقف على الشخص اللي بتتعامل معاه وللأسف بيكون التعامل الاول مع الشخص اللي متعرفوش بيكون تعامل مجهول بيكون اختبار لمعرفة نوايا تجاهك زي بالزبط قصتنا النهاردة اللي غيرت حياة بطل الواقع وكانت للأسف نقطة التحول في حياته مع انه كان يبان اليوم والمكان والصهرة شكلها ظريف لانها تحولت لحادث مأساوي وهنا نقصد قصة المطرب احمد عدوية اللي قصته هقزت الرأي العام وقتها وطلت عليها كلام كتير واشعات اكتر لكن مقصود من قصة النهاردة هو ان ما تديش الثقة الكاملة لشخص ما تعرفوش ولازم يكون عندك حرص تجاه الشخص ده لتجنب انه ازيك بتبتلي القصة بين المطرب احمد عدوية في اليوم ده كان محضر بدلة شيء جدا علشان عنده شغل في فندق ماريوت وفعلا خلص شغله واتفاجئ بعد كده بواحدة جات ليه وطلبت منه انه يقيم صهرة خاصة بواحد قريبها في نفس الفندق في غرفة 750 وفعلا تقبل عدوية العرض ويتوجه ليه الغرفة علشان يكمل صهرته وشغله وفوسة الناس وحضور اللي كانوا موجودين البنات التفوا حوالين عدوية ونظرات الاعجاب من البنات للمطرب اللي كان وقتها في قدمة مجدو قام صاحب الصهرة علشان يحضر ليه عصير ويقدمه بنفسه لعدوية كانوا من انواع الترحاب بالضيف لكن فجأة بعد ما شرب عدوية العصير ويه على الارض قام السواء الخاص بيه باتصاد لزوجة عدوية وقال لها الحقيني الاستاذ بيموت مني وهنا تبين ايه اللي حصل وكان السر في كوباية العصير اللي كانت متقدمة بالغدر والخيانة بسبب غيرته من عدوية علشان التفاف البنات حواليه واللي تبين بعد كده انها كانت تحتوى على مواد مخدرة عبارة عن هيروين ومروفين وكوكاين بكميات كبيرة يعني كان المقصود بيها التخلص منه تم تحويله المستشفى علشان من خلالها قدروا يقدموا الكشف المبدئي وما عمل التحليلات وتقدمها لمركز السموم بالعباسية تبين كل اللي احنا قلناه وده عملت ليه مشاكل في الكبد والكلة والطراب في الاعصاب وده خلاه في حالة غيبوبة لفترة طويلة ودخوله طبعا العناية المركزة وتم متابعته تحت الملاحظة المستمرة لحد ما حالته اتحسنت لكن الغدر اللي عاشه عدوية من الشخص المؤذي ده كفيل انه ما يخلوش يسق في حد تاني باقي حياته وبعد كده اكدت زوجته انها جات لها تهديدات وكانوا بيقولولها احمد ربنا ان جوزك عايش يعني قاسوا جوزها وكمان بيكملوا تهديد وازية فيها هي كمان عمتا ده درس قوي علشان ما تديش السقة الكاملة لأي شخص ما تعرفوش لان فيه ناس ممكن انها تأذيك لمجرد انها غارت منك بس كده وصلنا لاخر حلقتنا يارب يكون موضوع الحلقة النهاردة عجبكم كتبولي عليكم في التعليقات ولو حابين اني اتكلم عن موضوع تانية كتبولي برضو وانا احاول اني انافزها ان شاء الله ودلوقتي اسيبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته